أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أخوتي الصائمين الكرام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هذا شهر رمضان هذا شهر الطاعات التي يضاعف بها الأجر ولكن علينا أن نتأمل في بعض الطاعات بشكل عام أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذا الباب الواسع لرحمته ألا وهو باب الإنفاق هكذا ورد في الروايات أن الله جل وعلا جعل للجنة أبوابا وكل باب من هذه الأبواب يختص بصنف من عباده فالذين يكثرون الصوم لهم باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان وكذلك الذين يحبون الصلاة ويكثرون من النوافل في الصلاة وهكذا كل العبادات إلا أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في روايات أهل البي صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين جعل للمنفقين في سبيله الجواز والحق أن يجوزوا من أي باب شاء وبين أن هذا العمل لا يمكن أن يحصر أجره قال مثل الذين ينفقون أموالهم وهنا علينا أن نلتفذ هنا الإنفاق بشكل عام يشمل الإنفاق الواجب من الحقوق الواجبة من الخمس والزكاة ورد المظالم وغيرها من الواجبات نعم وكذلك يشمل الصدقات المستحبة الإنفاق المستحب نعم تأمل في هذه الآية المباركة مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ماذا يعني هذا الكلام؟ أن الحسن أول مضاعف لهذا الأجر أن الواحد بسبع نعم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ثم تضاعفت هذه السبعة إلى سبعمائة إلى سبعمائة نعم والله يضاعف لمن يشاء نعم ألف وأربعمائة من الحسنات والله واسع عليم عطاء الله غير مجذوذ ولا حد ولا حصر لعطائه كرم الله تعالى يمكن أن يسأل أحدكم لماذا هذا التدرج؟ هذا التدرج؟ نعم يرتبط بإخلاصنا في مدى الإخلاص والتوجه والإنقياد إلى الله سبحانه وتعالى وبمدى الخلوص له في هذا الإنفاق يمكن أن أنفق أنا وأحصل على سبع حسنات في إنفاقي يعني هذه الأجر الذي خصه الله يضاعف سبع مرات ويمكن أن تنفق أنت أن تنفق أنت في سبيل الله ويكون لك الأجر العظيم المضاعف بالمئات نعم هكذا هذه مسألة المسألة الأخرى التي امتازت بها هذه العبادة العظيمة ألا وهي التصدق على المؤمنين نعم هكذا ورد في كتاب الله العزيز ألم تعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات الله سبحانه وتعالى لذلك وارد في الحديث أن الصدقة تسقط بيد الله قبل أن تسقط بيد السائل ما أروعها من رحمة إلهية عظيمة أنك تتصدق أن تضع هذا الإنفاق بيده جل وعلا ماذا يرجع إليك من الحسنات هذا جانب الجانب الآخر وهو دفع البلاء ورد في الحديث أن الصدقة تدفع البلاء الذي أبرم إبراما وهذا في جميع الأيام في غير شهر الله المبارك فما بالك بهذا الشهر العظيم شهر رمضان والله سبحانه وتعالى خصه بهذه الطاعة على لسان نبيه كما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة قد تتقي نار جهنم نسأل منه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وجميع المؤمنين لننال رضاه بالصدقة إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين القاهرين ترجمة نانسي قنقر